اشتركوا في القناة صوته في الانتخابات وسط ترجحات بتأييده للمرشح المتشدد ابراهيم رئيسي المدعوم بقوة من ميليشيا الحرس الثوري وتوجه روحاني أيضا للإدلاء بصوته في ظل توقعات بإقصائه وحرمانه من الفوز بجولة رئاسية جديدة وشهدت الجولة الأولى انتهاكات للصمت الانتخابي للرئيس المنتهية ولايته وحدوث شد وجذب بين حملة رئيسي ووزير الداخلية الإيراني الذي صاحب روحاني أثناء الإدلاء بصوته ولا تتعدى العملية الانتخابية في إيران كونها مسرحية لخداع الداخل والخارج بمناخ ديمقراطي زائف لا يعبر في حقيقته إلا عن تطلعات المرشد والحرس الثوري